كم مرة دورت أو دورتي على ستوكات للتصميم بتاعكم؟ ما كنتوش لقينا طب بتاخدوا وقت طويل جداً في التصميم بتاعكم بسبب ان انتوا بتدوروا على ستوكات وصور محينة كده في خيالكم وبرضه مش بتلاقوها طب تحرف ايه عن algorithm search؟ عاوز اقولك ان احنا كلنا كديزاينرز حرفياً وعنا في نفس المشكلة ديت ومع الوقت بقى الواحد بيبدأ يفهم الليابة ماشية ازاي وبيبدأ يوصل للسكات بشكل اسرع واسهل وانا النهاردة جاي عشان افهمك وعرفك الليابة دي بتتلعب ازاي وازاي تقدر توصل للسكات اللي انت عاوزها باسهل واسرع شكل ممكن وزي ما تعودنا في السلسلة دي اننا بنروح وبنطبق في الاخر فهنشرح لك الدنيا ماشية ازاي في السيرش بطريقة تخليك توصل لأي ستوك انت بتدور عليه حرفين بإذن الله وتلاقيه وهنطبق على كلامنا بشكل عملي في الاخر فما تستغسرش فيها اللايك وسبسكرايب وعايزك تركز معي جدا وفنجان القهوة التمام ويلا بينا يا فنان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم وعملين ايه يا رب تكونوا في خير اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ورائعة وقوية من سلسلتنا المفضلة خطوات التصميم واللي هنحل فيها مشكلة بيوقع فيها معظم مصممين ومش بيلقولها حل فلو لسه اومر تتفرج على فيديولية فما تنساش تنزل تدعمني في سبسكرايب وتفعل زر الجرس ولو انت اصلا فرض من افراد العيلة فما تنساش تعمل لايك وكومنت عشان تشجعني اكتر ان انا اكمل في السلسلة العظمة ديت ويلا بينا يا فنانين في البداية كده وبسم الله الرحمن الرحيم عايز اكلمك عن الاجوريزم السيرش ايه هي الاجوريزم السيرش؟ السلوكات اللي احنا بنروح نجيبها من على الانترنت هي اولا من اشخاص منزلانها فلو هي كانت موكفة واحد عادي كانت صور او ستوكات بهاي كواليتي ممكن تكون من فوتوغرافر او ستوديو معين بينزلوها عشان الخطر يبيعوها وهم بقى رايحين ينزلوا الصور او الموكف بتاعتهم ديت على الموقع اللي انت هتسيرش من عليه بيبدأوا يكتبوا ديسكريبشن او وصف للصورة دي تحت الصورة بالزبط وبيدوا كيويردز تعبر عن الصورة عشان تسهل عليك انت البحث زي الصورة اللي ظهرة قدامكم دلوقتي على الشاشة دي هتصاحبها كاتب في الدسكريبشن بتاعها فهو راح يوصف الصورة بتاعته عشان انت لما تروح تسيرش عن صورة زيها او تكتب حاجة شبه اللي هو كاتبها تبدأ صورته تطلع لك كمقترم البحث بقى او سيرش انجين بتاع اي متصفح او بتاع اي موقع للصور مش بيفهم انت بتكتبيه فهاتلي بقى كده الانجليش ده رميه على جنب وانا هفهمك ليه دلوقتي الصورة اللي احنا لسه عرضناها ديت كانت من شاتر استوك فلو نزلنا شوية في شاتر وبالمناسبة احنا في التطبيق العاملي مش هنطبق على شاتر لانه هو موقع مدفوع واحنا كلنا في الهواس او صباح الفل يعني ما فيش حد معي اكاونت شاتر ببعنا صح مش عارف ليه بصراحة هم بيشروح على شاتر استوك بصراحة يعني هم كلهم مجمعين على شاتر استوك بيخشوا يشروحوا لك عليه رغم ان محدش معي اكاونت اصلا او يعني الا ما راح مع ربي يقل لك اصغنانين معهم كده اكاونت شاتر ساعة متان يعني اللي انا عرفه ان انا الحلقة دي بإذن الله هشروح لكم على حاجة اجمال نرجع لموضوعنا اللي بيعمله بقى السرش ان هو بيبدأ يشوف الكلمات اللي انت كاتبها ويروح يدور عليها في الDatabisel اللي عنده او قواعدة البيانات بحيث ان يشوف مين منزل صورة فيها نفس الكلام اللي انت كاتبه ده ويبدأ على هذا الاساس يخترح لك الصور اللي انت هتشوف فيبدأ يخترح لك صور اما فيها نفس الكي وردز بالضفض اللي انت فتاحتها already الصورة اللي انت طلعتها من السرش أو بيطلع لك صور شبه الصور اللي انت فتحتها والكيووردز بتاعتها قريبة طيب انت بقى هتستفاد من الكلام ده ازاي؟ هتستفاد ان انت لما تيجي السيرش مش هتروح تدور انك توصف الصورة اللي هو مش هنحتاج اصلا جرامر انجليش لا انت هتكتب كلمات مفتاحية الكيووردز طيب ايه بقى الكلمات المفتاحية اللي هتكتبها؟ اهم حاجة هتهتم بيها في اختيار الاستوكات هي زاوية التصوير نفسها للاستوك عشان تكون متناسبة ومناسبة للمنظور اللي انت محدده من التغذية البصرية فاكر؟ فعندنا كم زاوية كده عاوزين نحفظهم عشان هتفرق معنا جدا في السيرش بتاعنا واول زاوية عندنا وهي وهي فكرة ان انت تتخيل الحاجة نفسها بتكون عاملة ازاي من الجنب يليها الفرونت فيو فانت بتبص الحاجة دي تسوكات عربية او اي حاجة من قدام نخلش بعد كده على توب فيو وان انت بتبص عليها من السماء او بشكل عمودي بتكون عاملة ازاي بعد كده الباك فيو فانت بتبص على الحاجة من وراء بتكون منظورها عاملة ازاي ودي في الاي غالب بتتعملها وتفوكس وحاجات زي كده بعد كده الاريال فيو بيكون عبارة عن منظور جوي مثلا متصور من طيارة او حاجة زي كده بحيث ان انت تشوف الحاجة والمسيحات المحيطة بيها بتكون عاملة ازاي بعد كده البوينت اوف فيو او البيو فيو وهو المنظور لعين نفسها وهي بصة للحاجة بتكون عاملة ازاي كانك انت اللي بصص بعينيك الطبيعية خش على اخر حاجة عندنا وهي الشولدر فيو فانت كأن فيه كاميرا وراء كتفك كانك بتلعب بابجي مثلا او حاجة زي كده وبتبص على الحاجة نفسها فبتتخيالها بتكون عاملة ازاي اوقات بقى بتحتاج ان انت تكون قريب او بعيد شوية عن الصورة وهنا جهة دور تحديد الكدر بتاعنا هيكون عاملة ازاي ومن اهم الكادرات عندنا واول كادر معانا وهو الكلوز فيو وده لما تبقى محتاج الكادر يكون قريب جدا من الصورة لدرجة انك تشوف اصغر التفاصيل اللي موجودة في الصورة يا ليه بعد كده الكلوز فيو وده لما تبقى عاوز تسرشع عن جزء مهم في الصورة بعد كده عندنا الميديم شوت وهنا لما تدور على صورة مش قريبة جدا ومش بعيدة في نفس الوقت فبيديلك قطاية كده او كروب على حتة من الصورة بتكون هي اللي عليها الفوكس وهي المهمة ومش بتكون بعيدة في نفس الوقت وممكن تلاقي فيها اكتر من عنصر بعد كده عندنا الفول فيو وهنا لما تدور على حاجة كاملة من غير ما تكون مختص منها جزء او من غير ما تكون يعني بعيدة ولا قريبة انت عايز بس الحاجة تكون واضحة سواء بقى ان انت يعني ويمكن كمان في اكتر الاستخدام بتروح لان انت تدور على راجل بشكل كامل فبتكتب فول فيو او فول بطا ونختم باخر جزء معانا فيها وهي الوايد انجل او اللاند سكيب وديت لما تدور على كدر يكون واسع جدا ومبين العنصر نفسه اللي انت بتسيرش عليه من بعيد شوية ومبين البيئة المحيطة فيه طيب منا ممكن اروح اجيب صورة ولاقي ان الباجراوند مليانة تفاصيل ومش واضحة تخليني مش عارفة قص الحاجة اللي انا بيدور عليها ديت فيكون الموضوع بالنسبة لي صعب اعمل ايه ساعتها هنا هنحتاج نكتب كلمة واحدة في السيرش وهي وفكرة ان انت تدور على الحاجة ايسوليتد او معزولة فانت بتدور ان الباجراوند تكون ممسوحة تكون لون تكون حاجة سادة كده خالص تكون سهلة عليك في الاصل طيب بتدور على صورة الكافية بس للاسف كل مرة بتدور بيطلع لك صور من جوة الكافية وانت عايز الصورة تكون من برا تعمل ايه؟ لو عاوز صورة الكافية من برا هتكتب او الدور لو محتاجها من جوة هتكتب اندور طيب عاوز الصورة تكون مترقعة وطيرة كده وعمل شغل جامد اعمل ايه؟ هتكتب بس فلاي طيب عاوز تعمل تصميم للشوكلة او آيس كريم او قلبان او مية او اي حاجة فيها ترتاش عارف انت الحاجات اللي بتطير حوالين الحاجة اللي بنشوفها بننبهر ديت مجرد بس هتكتب اسبلاش طيب عارف انت البتاع اللي بيحطوا عليها المنتجات دي بتكون مدورة ساعات وساعات بتكون مستطيلة ومربعة بيعملوها في شكل جامد او بيشوفها في التصمات الجامدة دي هدور عليها ازاي؟ مجرد بس هتروح تكتب بوديوم هتلاقيها طيب انا عايز باكجراوند جهزة ما روحش انا عامل الجريديانت واعد اتقارب في الموضوع عايز باكجراوند تكون جهزة كده شكلها حلو وشيك نحط فيها المنتج عباطول هتروح تسيرش على مواقع الصور عن ستوديو باكجراوند طيب ابوحميد التكتش هرزول اللي انت بتتكلم عنها في الشرط اسمومات الحاجات اللي بتكون في الخلفية اللي بيحطوها شكلها جامد دي هتسيرش عندها بايه؟ هتكتب في السيرش عندك أبستركت طب بالمناسبة ابوحميد عشان هتحمست خلص الحاجات اللي هي بتكون الملمس او الحاجات التفاصيل اللي بتكون موجودة في الحاجة زي مثلا الجلد الملمس الجلدي ده والحاجات اللي بتكون موجودة عليها الارض الصخور الحاجات اللي زي كده هسيرش عليها بايه؟ هتكتب اسم الحاجة وتروح تكتب جنبها تكتشو طب بشوف فانا اليوتيوبرز والناس الجامد اوي اللي بتعمل تصموات حلوة بيحطوا حاجات كده من قدام تلاقي إضاءات ولساعات إضاءة وبتاعه الحاجات دي بنسيرش عليها بايه؟ هتكتب أوفرليز فيه ناس وهاية بتسيرش بتدور على عناصر تطيارها في التصميم تلاقي مثلا حاجات طيارة في الجنب او ان هي تحقق بها الدبس فهنا هتكتب في السيرش بتاعك 3D جنب اسم الحاجة اللي انت بتدور عليها فهتطلع لك نتائج سلسية الأبعاد شكلها جامد جداً هتخلي تصميماك في حتة تالتة خالص كل الزوايا والكادرات اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي دي هتحنبدأ نوظفها في السيرش بتاعنا عشان نبدأ نوصل للإلمنس أو للعناصر أو للسطوكات اللي هنستخدمها في التصميم اللي لو انت فكر معايا اتكلمنا عن فكرته في الحلقة اللي فاتت واللي عملنا له تغذية بصرية في الحلقة اللي قبلها طب والله البلايلست دي عظم جدعين انت لست عانش سبسكيرب انزم سبسكيرب فعل زر الجرس بسرعة بسرعة قاعد نستنيك انا عايد لك مش راح في عدة طيب دلوقتي وصلنا النقطة حلوة وعرفتنا السيرش ده ماشي ازاي وعرفتنا نسيرش بايه نسيرش فين بقى يعني فين الاماكن مواقع الصور مفيش اكتر منها معاك فلوس تشترك عندك شاتر استوك وإنفاتو وآي استوك وآي استوك وهختم لك بأهم موقع واللي هو حرفان لو انت شغال في السوق العربي فلازم حرفان تشترك فيه وهو موقع عرب استوك واللي بيوفر لك استوكات الصور لناس عرب حقيين بجد حرفيا موقع محترم جدا ومستحق الاشتراك وبالمناسبة هو ده مش اعلام ممول بس يعني كان نفسي والله ده كان بالنسبة للناس اللي معاها فلوس تعالى بقى للناس التانية واللي كلنا منهم وأشهر وأهم المواقع وهما أكيد فري بيك وفيكسلز وآلنس بلايش وفيكسابي واللي خاطف قلبي والموقع اللي انا بحبه على المصطفى الشخصي وهو موقع ياندكس حبيبي 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 وطبعا زي ما قلنا قبل كده ان موقع ياندكس هو محارك بحس مش موقع صور بس على الرغم من كده هو بيسيرشلك على كل موقع الصور اللي موجودة وبيجيب لك كل السكات بكل الأحجام بكل الأماكن بس بيلفلك لفة حلوة قوي على الانترنت وبيجيب لك حاجات بيسهل عليك ببعنى الكلمة حرفيا قبل ما تقلقش هسيب لك كل اللينكات ديها تحت في الدسكريبشن فيبا اكستنشن بتبدأ تضيفها عندك على محارك البحس بتاعك بتوفر عليك الدنيا دي كلها وبتحط لك كل الموقع بدل ما تروح تدور عليها وهي برو تاب ودي مش بس هتساعدك ان انت تروح تدور على صور بالعكس هي هتساعدك في البونس وهتساعدك في الفيكتورز وهتساعدك في الألوان بص هتساعدك في اي حاجة انت هتدور عليها حرفيا كمصومي جرافق وبرضو هسيب لك اللينك تحت في الدسكريبشن نصيحة بقى من اخي لاخوه او اخته ايا يكون هي نصيحة لوجه الله بكرة ان انت تلاقي استوكاية تعجبك او ان انت استخدمتها وتحس ان انت ممكن تحتاجها بعدين في وقت قدام حتى لو مش عارف هتتحتاجها في ايه ابدأ جمع الحاجات اللي هي اللقطات دي عارف انت بتبقى حاجات كده ما تلاقيهاش في حياته التانية تبدأ جمعها عندك في فولدر الفولدر ده ابدأ قسمه من جوه مثلا الاستوكات لتكتشير لوبرليز لسري دي الى اخير وشوف انت هتقسمها لايه على حسب نوعها عدشان بعدين هتلاقي نفسك عندك مكتبة حرفيا هتفيدك جدا في المستوى البعيد وهتدعيلي عليها طب انت دلوقتي دورت بالطريقة اللي احنا كلمنا عندها وبرضو مش لاقي الاستوك اللي بتدور عليه او الاستوك اللي انت في مخيلتك اللي انت عايز توصله هتروح تجيب اقرب صورة لللي في مخيلتك واه اما انك تروح تشوف الكريتور اللي بنزل الصورة دي هتمنزل ايه تاني لان ده بيكون سيشن زي ما اتفقنا في اول الحلقة بيكون منزل كزا صورة برضو في نفس السيشن ديت فممكن تلاقي الحاجة اللي انت بتدور عليها موجودة عنده على الاكاونت او انك تروح تدور بالوصف بتاع الصورة اللي هي شبه اللي انت عاوزها ديت بحيث انها يطلع لك نفس الكيوردز اللي شبه الكلام ده فيبدأ يقرب لك اكتر وكتر للي في دماغك او انك هتروح تاخد الصورة ديت وتروح تسيرش بيها عن طريق اداء معينة اسمها سيرش باي اميج والادا دي معظم المواقع بتاعت الصور اللي احنا جبنا سيرتهم وغيرهم بيوفروا لك فيها الادا ديت عشان خاطر يسهلوا عليك الوصول للصورة عندهم عشان يكسبوا زبون بمعنى صح وموح عركات البحث زي جوجل ومايكروسوفت ايج وياندكس بيسهلوا لك برضو الموضوع ده ان هم اصلا بيسيرشوا لك على المواقع دي كلها وهنا زي ما قلنا بيحاول يشبه على الصورة ويجب لك حاجات شبهها من حيث اللون الشكل اي ام يكن او ان هو يطلع لك كلمات مفتاحية لها ويبدأ يجيب لك حاجات شبهها وزي ما قلنا موقع ياندكس بيجيب لك الصورة اللي انت بتبدأ له دي هتبقى احجاب مختلفة ومن اماكن مختلفة وحرفيا بكواليتيز مختلفة وبالمناسبة وتقريبا في اي 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 اصلا بيسهل لك كمان ان هو يجيب لك حاجات شبهها من اماكن كتير برضو مختلفة بكواليتي مختلفة كل ده هنشوفه مع بعض في الجزء العملي كمان شوائي بس قبل ما نخش على الجزء العملي ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب ولو عندك اي سؤال اي سؤال حرفيا نسيبولي تحت في الكومنس وارضو على كل اسئلة بإذن الله ويلا بينا ونيجي للجزء العملي واللي حنطبق مع بعض عليه ان شاء الله في موقع ياندكس والموقع اللي انا حرفيا غيران في حب والموقع ده صراحة طحفة 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 طيب يا احمد ما انت والتي ده محرك بحس ده مش موقع صور بس هو بيسترشلك على الموقع الصورة ده اللي احنا نشوفه مع بعض كمان شوية دلوقتي حالا فمثلا والنفترض ان انا بيدور مثلا مثلا عن عربية تمام فانا اي بنيادم طبيعي بيروح يجي يكاتب كار مجرد ما بيكتب الكار بيبدأ يطلع له العربية بالشكل اللي قدامنا ده فاكر لما قلنا ان احنا لو عايزين للحاجة نفسها من غير خلفية يعني مثلا لو جبنا صورة زي دية هيكون قصها صعب ورخب حتى في الالوان والاضاء الموجودة ما اضاءها هيكون صعب طب انا عايزها معزولة هنكتب ايه isolated مجرد ما هكتب isolated جاب لي background بيضة سهل خالص ان انا اقصر العربية سهل خالص ان انا افرغ الشدوات يمكن كمان جابها لي bng يعني حرفيا حاجة جميلة جدا ومم وزاية موقع ياندكس بيدا يدي لك كمان كل المقاسات اللي موجودة على الانترنت في مثلا جاب لي دية من الموقع اللي قدامنا اللي هنا ده لو ضغطنا على الالفين تمانية واربعين هيوحي وديني على مكان تاني خالص بكوالتي اعلى بالمناسبة نقدر ننزلها من هنا bng ممكن يديها لي من كذا مكان حيديها لي بكوالتي محترمة جدا نفس النظام لو بصينا مثلا طب انا دلوقتي عايزة اروح لمنظور معين او شكل معين زي ما احنا قلنا بممكن اقول مثلا car side view isolated احنا قلنا key words جاب لي العربية اللي انا بنضوع عليها من الجنب ومعزولة في نفس الوقت بكتبتش car مثلا by side view in isolated mode ما حاجتش قصة حياتي خالص مجرد بس كتبت car side view isolated الموضوع انتهى وجاب لي على طول الصور اللي موجودة وبصراحة يعني برشح لك جدا تدور على ياندكس في حاجات سعب بتكون مدفوعة بتلاقيها موجودة هنا من مواقع تانية بشكل free وبشكل مجاني فهتسهل عليك الدنيا دي برضو كانت bng سبحان الله الواحد هو خد العزل كخلفية يعني هو سهل عليك الموضوع زالها لك هو بنفسه يعني انت فاهم برضو هنا صوريات side view طب تعالى كده نجرب ال back view نبص عليها بشكل سريع مثلا car back view isolated برضو جاب لك العربيات من وراء ومعزولة ومسهل عليك الدنيا وبصراحة هتلاقي كواليتي هنا محترمة جدا 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 فانت هتخد يعني هنا حتى تفريغي الشدوات بتاعت العربية هيكون سهل جدا معاك الموضوع منتهى السلاسة ومنتهى البساطة برضو لو جينا للجزاء اللي قلنا عليها فكرة ان الحاجة تكون مترعاها وفتاعها وطايرة في الجو ونكتب flying فلو كتبنا مثلا بيتزا flying بيتزا flying هنشوف النتاج اللي طالعان هتكون عاملة ازاي هتلاقي حاجات شكلها الجامد جدا زي هنا مثلا لو بصينا على الستوك اللي قدامنا ده برضو الستوك ده بص حاجة كده تشدو حاجة كده تخليلك التصميم بتاعك في حتة تانية حرفيا وهتلاقي برضو افكار ادعاية يعني بغض النظر والرانديكس يعني حرفيا في حتة تالتة خالص نفس النظام لو ضيفنا مثلا بص هنا برضو نفس النظام حاجات طايرة بس يعني ممكن مش احسن حاجة قوي ساعدتلاقي حاجات قوية وحاجات مش احسن حاجة نفس النظام هنا نيجي بقى للجزاء المهمة عندنا وهي انا بطوع على الستوك بس مش لقيه الستوك ده مش موجود في حاجة شبهه تعالى لو دخلنا مسلا مع بعض على موقع زي فريبك وكتبنا مع بعض تيبل كده بالشكل اللي قدامنا مندور على ترابيزة معينة فمجرد ما بننزل مسلا مسلا عجبني ستوك اهني تعالى نبص على اي ستوك مسلا قدامنا حلو انا مسلا ترابيزة زي اللي قدامنا دي تعجبني جدا تمام لو نزلنا لتحت هتلاقيه قريدي بدأ يخترح لك حاجات شبهة ترابيزات او حاجات related للموضوع في مسلا ترابيزة دي هتلي الاكل فممكن يتلاقي اخترح لك اكل لان الكيوردز لها علاقة بالاكل انت فيها مصدي فكلها زيتنا في دقيقنا يعني بمعنى صح فبشكل سريع ان انا اما ادخل عند نفس الكرياتور اللي هو مثلا ميزان ده مثلا او ان انا ناخد نفس الديسكريبشن ده ونبدأ نسيرش به عندي فين في فريبك فلو دخلنا مثلا عندنا هنا على الكرياتور ونزلنا شوية هتلاقي الحاجات اللي قريدي هو مقدمها عنده ومن ضمنها هتلاقي الترابيزات اللي موجودة فياما نبص عنده على الاكاونت بتاعه ياما هدخل هنا في السيرش ونكتب الوصف بتاع الترابيزة هيبدأ يطلع لي كل الترابيزات اللي هي لها نفس الديسكريبشن او اللي لها نفس الكيوردز زي ما احنا قلنا في الحلقة بتاعت النهاردة قدامنا طيب انا ملاقيتش برضو هنا هعمل ايه مجرد بس هتدخل هنا تعمل كوبي ايميج وتروح على موقع زي ياندكس مثلا واللي هو مش زي هو موقع ياندكس هنعمل كنترول فيه هيبدأ يطلع لك كل الترابيزات اللي ليها علاقة او شبه للترابيزة دي بالزبط حتى بشكلها الديئري اللي موجود هتلاقيها موجودة برضو هنا على الموقع بصراحة موقع محترم جدا وموقع جميل جدا حيفيدك بشكل عملي سواء كان انسباييشن سواء كان سيرش بجد هجيب لك من الاخر حيب جدا سعيد بكم وسعيد بالسلسلة اللي احنا بنقدمها وسعيد جدا بالحلقة بتاعت النهاردة يا رب هكون يعني وصلت لك قدر من الافادة ويكون اثر معاك فيعني اتمنى اتمنى ان شاء الله تكونوا نستفدوا بشكل كبير جدا واتمنى انك تدعمني بلايك وكومنت واتنساش تنزل للمسابسكرايب وتفعل زر الجرس واتتابع معاني للفيديوات اللي جاية ونشوفكم على خير الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة